اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الخاصة من برنامج حديث الخليج والبداية مع العناوين لماذا تأخر حل معضلة اليمن من دون مؤشرات لوضع حد للحرب ما الذي يجعل الثقة بين الأطراف اليمنية هشة ومفقودة بما لا يسمح بالتقارب بين أطراف الصراع كيف يمكن للمؤتمر الشعبي العام أن يكون جزءا من الحياة السياسية اليمنية ومتى ستحل عقده احتل دكتور أبو بكر القربي حيزا وازنا في المشهد اليمنى على مدى عقود طويلة كان فيها وزيرا للخارجية في أربع حكومات متتالية وكان شاهد إثباتا على الكثير من الأحداث والتحولات في اليمن انشقاقا ووحدة حربا وسلما والعكس لم يخرج القربي من المشهد فهو لا يزال من موقعه كأمين عام مساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام يعمل على خطين الأول يتعلق بلملمة شتات الحزب بعد تصفية زعيمه التاريخي علي عبدالله صالح والثاني يتمثل بالمساهمة في الجهود لإخراج البلد من نفقها المظلم تقرير عن حزب المؤتمر ثم نبدأ النقاش حالة يطمن يعيشها حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني منذ اغتيال زعيمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد الحوثيين في ديسمبر من العام 2018 فبعد التصفية التي جاءت على يد حلفاء الأمس يعيش الحزب حالة من التخبط والبحث عن زعيم يقود هذه المرحلة الحساسة من تاريخه ولسيما بعد فك الارتباط مع الحوثيين بعد مرور أشهر من التجاذبات بين الطرفين والاتهامات المتبادلة بالفساد والمحسوبية وهي أيضا فترة حساسة من تاريخ اليمن بعد أربع سنوات من انطلاق عاصفة الحزم ردا على استلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء وعلى أجزاء كبيرة من البلاد بالتواطئ مع حزب المؤتمر نفسه وذلك في ظل تصاعد الجهود الدولية من أجل تذليل العقبات أمام انعقاد مشاورات جديدة بين الحكومة الشرعية وممثلين عن ميليشيات الحوثي في جينيف وذلك بعد فشل المحاولات السابقة على مدى السنوات الماضية فهل يتمكن الحزب من الوقوف من الضربة القاسمة التي تلقاها بموت زعيمه التاريخي؟ للبحث في هذا الموضوع وغيره من معضلات الأزمة اليمنية أرحب بضيف هذه الحلقة دكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمنية السابق والأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام أهلا وسهلا فيك دكتور في البداية هل اليمن في أزمة حرب أم أزمة سلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم ومساء الخير وأنا سعيد أن أكون معك في هذا اللقاء شكرا لك دكتور واليمن في أزمة حرب وأزمة سلام معا لأن هناك حرب قائمة وهناك دمار وهناك مأساة إنسانية ووضع للأسف الشديد يمكن كما يقول الكثير من الإعلاميين في وسائل الإعلام أنها كارثة إنسانية نشاهدها اليوم في اليمن وبالتالي هذه الحرب قائمة ومدمرة والكل يريد أن يراها نهاية لها وفي نفس الوقت هناك مشكلة أزمة سلام لأن للأسف الشديد منذ قيام الحرب في عام 2015 مارس 2015 وحتى اليوم كل المحاولات لإيجاد الحل الشامل للأزمة اليمنية لم ينتج عنها الحقيقة ما كنا نتمنى من التوافق على حل سياسي للأزمة السياسية في اليمن فنحن في حرب وفي محاولات للوصول إلى السلام سيدي من خلال معاصرتك السياسية والدبلوماسية لحيثيات ويوميات الاستقرار في اليمن قبل الحرب وبعدها ما الذي جعل الحل يبدو عصيا إلى هذه الدرجة؟ ربما تذكرين في 2011 وبعد المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية كان الكل ينظر إلى السلوب الذي تعامل معه اليمنيون لحل الأزمة السياسية في ذلك الوقت كأسلوب نموذجي في مقارنة بدول الربيع العربي تونس، مصر، سوريا لأننا وجدنا وسيلة لنقل السلطة بطريقة سلمية وأسسنا من خلال الحوار الوطني الشامل لمخرجات تعالج كثير من القضايا التي كانت سبب أو أسباب من أسباب الأزمة ولهذا أعتقد أنها كانت خسارة الحقيقة أننا أضعنا تلك الفرصة وسبب ضياع تلك الفرصة لا يمكن أن يلام فيه طرف أكثر من طرف أكثر من طرف كل الأطراف سهمت في ذلك لأنهم لم يلتزموا الحقيقة بما قاءت به المبادرة الخليجية من أسس للحل السياسي نعم يعني كان الحل السياسي مبني على التوافق كان الحل السياسي مبني على الذهاب إلى الحوار الوطني كان فيه هناك أيضا قضية القضايا المتعلقة بالزعيم السابق رحمه الله ومن يترتب عليها ولهذا منح الحصانة مع كل من عملوا معه خلال فترة رئاسة للدولة وهؤلاء طبعا من كل الأحزاب السياسية ليسوا من المؤتمر الشعبي العام ولكن بمجرد أن نوقع على هذه الاتفاقية تراجعت الأطراف عنها وحاولت أن تذهب بها إلى طريق آخر هذا الذي أدى وعقد الوقع من الأطراف التي حاولت أن تذهب بها إلى طريق آخر؟ معظم دول الأحزاب المشترق في ذلك الوقت نعم سيدي طيب إلى أي مدى ضرت تجزئة التفاوض في السلام باليمان على نحو ما حدث فيما مضى من جولات آخرها مشاورات إجنيف التي لم تنعقد في ستمبر الماضي؟ تجزئة المشاورات أو المفاوضات للأسف الشديد له جانبين أولا أن جانب يبدو وكأنه منطقي الذي يطرحه المبعوث الأمم المتحدة أنه يريد هذه المشاورات بين الأطراف التي اليوم هي في الصراع العسكري التي تقاتل فتجزئة التفاوض في حد ذاته أنا أعتقد أنه كان خطأ لأنك استبعت قوى سياسية من مصرحتها أن تتوقف الحرب الأطراف التي تقاتل بعضها البعض رغم أنها تدعي أنها تريد السلام لكن لأنها لها مصالح في استمرار الحرب بالتالي المبعوث العام للأمم المتحدة لم يترك الأحزاب السياسية التي لا تملك السلاح لكي يكون لها صوت وتكون أداة للضغط على من يحمل السلاح تحدثت بأن التفاوض بأنه خطأ إذن ما هو البديل من وجهة نظرتك؟ لا أنا ما أقول التفاوض بين الأطراف البتالي النزاع الرئيسيين نعم سيئة لكن أنا أقول أن التفاوض كان يجب أن يشمل كل الأطراف الأطراف المؤثرة في العملية السياسية في اليمن نعم تحدثت أنت عن عدم دعوة حزب المؤتمر الشعبي سيد مارتيني جريفت بحسب تصريح لك ذكر بأنه يشعر بأن هذه المباحثات أو المشاورات ستتحدث عن تحرير مطار صنعة وأيضا ميناء الحديدة وعن الوضع الإنساني وعن الأسرة والمحتجزين وهذه قضايا لا تخص أو لا تعني حزب المؤتمر الشعبي العام هل كان ذلك مقبولا لديكم؟ لا لأن في حقيقة الأمر أنا أعتقد أنه كان من الضروري أن تكون الأحزاب التي لا تحمل السلاح موجودة في هذه المشاورات لأننا نحن الذي بالمصرحتنا أن نطرح وجهة نظرنا للطرفين الذين يحملون السلاح ووجهة نظرنا في الحل السياسي هناك وجهتين نظر بين المتقاتلين والمؤتمر الشعبي العام سيقول أيهم على حق وأيهم على خطأ مجرد هو محكم لا ليس محكم هو الذي سيخلق التوجه الصحيح للمشاورات طيب ووجهة نظر المؤتمر الشعبي في الوضع الإنساني في اليمن من يتحمل مسؤولية تردي الوضع الإنساني في اليمن؟ الوضع الإنساني في اليمن كما تعرفين هو الآن نتيجة لحرب شاركت فيها دول التحالف شارك فيها الحوثيون والآن توسع هذا الصراع لأنه الآن كما يكتب كل المحللون أن الاقتتال في اليمن ليست بين أطراف يمنية فقط هناك أيضا حرب بالوكالة في اليمن الشعبي العام هناك الآن ميليشيات مسلحة خلقت على الأرض ولها أصبحت لها مصالح حكومة نفسها الرئيس هادي هو بنفسه خلق قوات مسلحة على أساس أنها تواجه الحوثيين ولكنها الآن أصبحت أيضا لها مصالح انشقت على الحكومة الشرائية؟ لا لم تنشق وضعها هكذا مبهم لكنها موجودة على الأرض وهي جزء من العمليات الصراع القائمة تتحدث عن النخب؟ لا النخب هي جزء منها أيضا نعم سيدي تحدثت أنت عن الأقصاء كيف يمكن بناء ثقة بين طرفي الصراع الرئيسيين مع استبعاد أطراف أخرى بما يدفعها إلى أن تشعر بأنها في حالة أقصاء وهذا الشيء يمكن يدفعها إلى رفض أي مخرجات أو توصيات مما يعني إعادة إنتاج الصراع مرة الأخرى كل تأكيد أنا أعتقد أن سياسة الإقصاء هي التي كانت جزء من الإشكالية بعد توقيع اتفاقية المبادرة الخليجية للحل السياسي في اليمن عندما تشكلت الحكومة بعد ذلك حكومة الوفاق الوطنية أو الحكومة الانتقالية التي كانت المفروض أن تخرج اليمن من خلال المرحلة الانتقالية إلى الانتخابات وتأسيس الدولة الحديثة إلى آخره تمت فيها تلك الفترة ممارسات خطيرا في عملية الإقصاء لموظفية الدولة من مناصبهم لأن الوزراء الذين جاءوا إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة كانوا ينتمون إلى حزم الأعزاب وعتبروا أن من حقهم أن يبعدوا كل من هو من خارج دائرة تنظيمهم السياسي ليحلوا بدلهم من تنظيمهم السياسي فهذه خلقت أزمة سياسية واجتماعية في حقيقة الأمر لأن عقدت الأمور حتى على الحوار الوطني لأن الحوار الوطني كان يتم في أجوال لم يتهيأ فيها نوع من السلام وأنا أعتقد أن جزء من هذه المشكلة وأنا قلت هذا في أكثر من مرة أننا دخلنا إلى الحوار الوطني دون أن نبدأ بمصالحة وطنية مصالحة بين جميع الأطراف بين جميع الأطراف يعني لو دخلنا الحوار الوطني بعد إقراءة مصالحة وطنية طوينا فيها صفحة الصراعات السابقة التي بدأت ربما من قبل الثورة حتى ثورة 62 وثورة 14 أكتوبر لو بدأنا بهذه المصالحة الوطنية واطمأنت كل الأطراف إلى أن هذا البيمن القديد الذي سنبنيه سيكون قد تخلص من كل ترسوبات الماضي وأننا الآن سنعمل معا وأنه لن يكون هناك إقصاء لأحد وأنه لن تكون هناك ثارات بين الأطراف المختلفة دخلنا الحوار الوطني وهذا لم يتحقق ولهذا الحوار الوطني كان مشوب بهذه الشكوك وبهذه المخاوف وبهذه الثارات أنت دكتور تتحدث وكأن الوضع الحالي هو نتاج لأخطاء سابقة لم يتم حلها هذا صحيح هذا صحيح أنا أعتقد جزء من ما بعد انتقال السلطة في 2012 من الرئيس صالح إلى الرئيس هادي هو أننا قئنا جميعا بخلفياتنا المختلفة من الصراعات والثارات ودخلنا في مرحلة جديدة وحملناها معنا نعم سيدي مشاورات سويد المقبلة أين موقعكم فيها؟ وهل تم دعوتكم؟ لا لم يتم دعوتنا كمؤتمر شعبي كتنظيم مستقل وجه الدعوة من المبعوث إلى ما سماهم بالشركاء السياسيين في الداخل وربط بين الأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام منهم الشركاء السياسيين في الداخل؟ أعتبرهم الأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام أعتبركم كيان واحد؟ أعتبرنا يعني وضعها بطريقة هكذا مبهمة يعني لكن تعطي الانطباع وكأننا كيان واحد نعم سيدي مثل بعض أحزاب السلطة في العالم العربي التي تنتهي أو تموت بموت زعيمها عبد الناصر والناصريون صدام حسين والبعثيون والآن مع اقتراب الدكرة السنوية لمقتل علي عبد الله صالح المراقبون للشأن اليمني يشبهون حال المؤتمر الشعبي بحال الحزب الاشتراكي بعد حرب 94 كيف تقيمون الموقف وما الذي يجعلكم استثناء في لعب دور فاعل؟ هناك عدة أسباب أنا أعتقد أول سبب من وجهة نظري أن بعد مقتل واستشهاد الزعيم علي عبد الله صالح المؤتمر الشعبي لم يكن مصيره كمصير الأحزاب الأخرى التي حدثت في مصر أو في تونس أو في ذلك الوقت سبب بسيط يعني لم ينتهي حزب المؤتمر الشعبي لم ينتهي المؤتمر الشعبي وما زال دوره فاعلا؟ ولا زال له دور فاعل ولا زال على الأرضية التي كان عليها لأن المؤتمر الشعبي العام لا يمثل شخص وإنما يمثل ميثاق وطني الميثاق الوطني في اليمن له خصوصية عن كل الأحزاب السياسية الأخرى أولا أن هذا الميثاق الوطني عندما كتب شاركت فيه الحقيقة كل القوى السياسية لم يصوغ المؤتمر الشعبي العام لوحده المؤتمر الشعبي العام جاء بعد أن تم صياغة هذا الميثاق والذي شاركت فيه كل القوى السياسية وتم الاستفتاء عليه شعبيا يعني لم يصبح بس كتاب وهذا فرض عليكم يا يمنيين وإنما استفتي عليه من الشعب اليمني ووافق عليه الشعب اليمني وكان مظلة ما بين 1982 إلى قيام الوحدة شملت كل الأحزاب السياسية ولهذا كانت الحكومات في تلك الفترة ستجد فيها كافة الطيف السياسي في اليمن نعم سيدي ربما كانت ردة الفعل السياسية والعسكرية للمؤتمرين بعد مقتل علي عبدالله صالح رحمه الله تؤكد بأن الحزب كان مجرد غطاء للمصالح وإلا فكيف تفسرون ردة الفعل الضعيفة على مقتله لا أعتقد ذلك شخصيا أنا أعتقد أن كان هناك وهم للأسف الشديد خلقته أدت أطراف بأن الحرب التي كانت تدور في ذلك الوقت كان المؤتمر الشعبي العام أو الزعيم علي عبدالله صالح والحرس الجمهوري طرف فيها أثبتت الأحداث أن هذا غير صحيح المؤتمر الشعبي العام كان مظلة سياسية لما كان يقري في تلك الفترة مظلة سياسية لماذا تبطت؟ لأطراف صنعاء لأن الأصار الله وللمؤتمر في ذلك الوقت لأننا كنا نحن وياهم في موقفنا واحد فيما يتعلق بالعدوان أو بالحر كانت هناك أحساب يمنية تعتقد أن نعم دكتور رح نتوقف إلى فاصل فاصل قصير ونعود إليكم أدنا بعض الفاصل قبل الفاصل دكتور كنت تتكلم بأن أعلام التحالف ساهمة أو رسم صورة بأن حزب المؤتمر الشعبي وأيضا أنصار الله الحوثيين بأنهم في سلة واحدة أو بأنهم في مصير واحد نعم هذه واحدة من الأخطاء لأن الإعلام الخليجي والإعلام بالذات الخليجي أعتقد أنها سواء كانت المحطات المرتبطة بالمملكة العربية السعودية أو بقطر كانت دائما تركز على هذا الجانب نعم وكانت تعتقد أن هذا سيكون له مردود إيجابي بأن يخلق انشقاق بين المؤتمرين على وجه الخصوص لأنه إجمالا المؤتمرين في مجموعتهم طبعا كانوا مختلفين ما زالت مرحلة التشضي هذه ما زالت من المؤتمرين؟ لا يوجد تشضي لكن يوجد تأثير جغرافي على المؤتمرين لأن المؤتمرين الآن موجودين منهم في مصر ومنهم في المملكة ومنهم في الأمارات ومنهم في داخل اليمن وهؤلاء الآن الناس ينظروا إليهم كأنها تشضي ولكن هي الواقع الجغرافي فرض هذا والواقع الجغرافي فرض أيضا ضغوطات عليهم من الدول التي يتواجدون فيها نعم نتيجة أسباب متعددة سياسية وغير سياسية لكن إذا نظرت إليهم جميعا هم مجموعات متمسكة بميثاقهم الموطني متمسكة بوصايا الزعيم التي أعلنها قبل اشتشهاده ومتمسكين بأن الحل الحقيقي للأزمة السياسية في اليمن هو حل سياسي نعم دكتور ذكرت بأن حزب المؤتمر الشعبي يخرج منتصرا بعد كل مؤامرة عليه ليعود إلى مسيرة بناء اليمن الجديد أين هو اليمن الجديد وما دور حزب المؤتمر الشعبي؟ اليمن الجديد ملامحه رسمت من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي عالق الكثير من القضايا أتحدث عن اليمن الجديد قبل الحرب؟ لا أنا أتكلم عن اليمن الجديد الذي نحن الآن ننشده نحن ننشد يمن جديد بعد حداث 2011 لماذا قامت وقعت ثورة الشباب التي اختطفت للأسف الشديدة من قبل أحزاب السياسية وانحرفت بها عن مسارها وأدت بها إلى الوضع الذي نعيشه الآن نحن الآن نحاول أن نخرج من ذلك الوضع من خلال مخرجات الحوار الوطني الذي أجمعنا على معظم ما فيه هناك قضايا المؤتمر المتحفظ عليها وبعض الأحزاب الأخرى أيضا متحفظة عليها قضية الأقاليم قضية شكل الدولة قضية نظام الحكم دكتور أنت تكلمت الآن عن ثورة الشباب 2011 هل كانت ثورة مطالبة بإسقاط نظام علي عبدالله صالح؟ أم إصلاح؟ هي كانت يعني ثورة الربيع ما يسمى بالربيع العربي يعني أعتقد أن الآن حتى من الذي خططوا لها أكتشفوا أنهم ارتكبوا خطأ لأنهم أرادوا أن يحدثوا تغيير ودون أن يجدوا الأدوات الصحيحة للتغيير فالذي حدث أن الشباب الذي كان متحمس لهذا الانتقال والتصحيح الأوضاع في العربي ومحاربة الفساد وكل هذه المبادئ الجميلة للأسف الشديد لم تكن لديهم الأدوات واعتمدوا على أحزاب أعتقدوا أنهم كانوا في المعارضة اختطفوا هذا الحراسي وهذا الذي قادنا إلى الوضع الذي تعيشه عدد من دول الربيع العربي ليس اليمن لوحدها الأسف الشديد لأن أحزاب المعارضة التي حملت مشروع الشباب لم تكن مؤهلة لحملها لأنها في معظمها كانت قزم من أنظمة سابقة نعم سيدي تحدث عن أحزاب أخوانية كل الأحزاب للمعارضة بافتراض سيدي وجود رغبة لأطراف دولية كبرى لتمكين حزب المؤتمر الشعبي في الوضع الجديد ألا يمكن أن يكون ذلك على حساب طيارات أو أطراف يمنية لا تقبل بدور واسع للمؤتمر ليس من حق أي طرف أن يحاول أن يقصي طرف آخر إذا كنا نعتبر أن أحد أهم المبادئ التي جاءت بها الوحدة اليمنية وأهم أيضا من مخرجات الحوار الوطني هو التمسك بالديمقراطية أعتقد أن الذي سيحدد من الذي يحكم ومن الذي له الشعبية هو صندوق الاقتراع يكفيني الآن أن كثير من الأخوة السياسيين الذين كانوا ضد المؤتمر الشعبي ويعادوه الآن متمسكين بالحفاظ على المؤتمر الشعبي العام المجتمع الدولي والأخوة أيضا بالتحالف أيضا يؤمنون بأن المؤتمر الشعبي هو صمام الأمان للمستقبل اليمن المؤتمر الشعبي العام أيضا منذ متى التحالف يرون هذه الصورة؟ منذ مقتل استشهاد الزعيم رحمه الله ولهذا أنا أعتقد أن هذه العناصر بالإضافة إلى عنصر هام جدا أن المؤتمر الشعبي العام منذ 2011 تعلم الكثير من الأخطاء التي وقعت أخطاء المراحل السابقة السابقة واللاحقة من 2011 هناك أخطاء قبل 2011 وأخطاء بعد 2011 ولازالت الأخطاء تتراكم لكن نحن في المؤتمر الشعبي العام نقيم كل هذه الأخطاء لأنه لا يمكن أن نحولها إلى وسيلة للثأرات أو للإقصاء هل دور المؤتمر الشعبي الآن متفرج على أخطاء الطرفين المتنازعين في اليمن؟ لتقييم ربما المرحلة المقدمة؟ نحن نعبر عن رأينا مع الدول مع المبعوث الأممي ونطرح عليه المخاوف من هذه الأخطاء ترسدون هذه الأخطاء؟ وكيف يمكن لأي اتفاقية سلام يكون فيها مواد واضحة حول عدم تكرار هذه الأخطاء الرئيس هادي استطاع استقطاب الكتلة البرلمانية الأكبر في اليمن أين غابت أهداف الحزب؟ هذه المعلومة أنا أعتقد غير دقيقة هناك محاولة الآن لدعوة البرلمانيين إلى عقل اجتماع في مكان ما في اليمن على أساس لتشكيل قيادة جديدة لمجلس النواب لكن حتى الآن الأعداد التي دعيت إلى هذا الاجتماع لم تصل إلى مرحلة النصاب لا زالت هناك اختلافات بين أعضاء مجلس النواب حول ما هي القدوة من القيام بمثل هذا الاجتماع وانتخاب رئاسة لمجلس النواب ما الذي سيحققه من أجل تحقيق السلام في اليمن وعادة الاستقرار هل سيحل مشكلة ولا يضيف مشكلة ولهذا أنا أعتقد أن هذا الموضوع حتى الآن لم يحسن طيب عدم قدرة المؤتمر الشعبي على إفراز وجوه جديدة وتمسك قاعدته بنجل علي عبدالله صالح أحمد علي عبدالله صالح ألي أكد بأن الحزب انتهى سياسيا؟ يعني هل هو أفلاس؟ أنا دائما أستغرب الحقيقة مثل هذا الطرح والشخصنا للمؤتمر في أشخاص المؤتمر الشعبي هو تنظيم شعبي أضويته هي أكبر أضوية لتنظيم سياسي في اليمن أكثر من ثلاثة مليون أضم في الفترة الأخيرة في العام الماضي عندما فتحوا باب التسجيل للمؤتمر أكثر من مليون وخمسمائة ألف انضموا إليه من جديد وهذا الذي أقلق الناس كله منه كيف المؤتمر لا زالت له هذه الشعبية أحمد علي هو الآن سفير وهو الآن عليها موضوع على قائمة العقوبات التي تمنعه من القيام بأي عمل سياسي لكن هو كما نقول دائما عن كل يمني ليس من حق أحد أن يمنعه من ممارسة حقه السياسي ولهذا المطالبة برفع العقوبات عنه هو لكي يمارس حقه السياسي كمواطن وليس لأننا نريد أن يأتي كرئيس للمؤتمر أو أمين عام للمؤتمر هذا الذي ستقرره هو اللوائح وأنظمة المؤتمر الشعبية العام سيد خالد بحاح من خلال هذا البرنامج ذكر بأن الحكومة الشرعية حكومة الرئيس هذه مليئة بالأخوان هل توافق في هذا الرأي؟ نعم ترى بأنها مليئة بالأخوان أرى أنها أيضا المستفيدين الأكبر مستفيدين من هذه الفترة هم الأخوان في التقمع اليمني للإصلاح أفرزت الحرب ظهور المجلس الانتقالي لليمن الجنوبية كيف ترى مستقبل الجنوب؟ وما رأيك في هذا المجلس؟ المجلس الانتقالي أنا أعتقد أنه وسيلة للوصول إلى مطالب بالنسبة للقضية الجنوبية لكن أنا أيضا أقول أن الأسلوب الذي يجب أن يعمل فيه هو بالنظر إلى المعالجات التي وضعها الحوار الوطني لحل القضية الجنوبية وأن لا أيضا أن لا يقصي العديد من الأطراف السياسية داخل الحافظات الجنوبية من أن تعبر عن رأيها ومطالبها فيما يتعلق بالحل السياسي للقضية الجنوبية لأنه لا يوجد هناك فقط مجلس انتقالي هناك أيضا أحزاب أخرى هناك الاشتراكي هناك الإصلاح هناك المؤتمر الشعبي العام وهؤلاء يجب أن يكونوا جزء من العملية السياسية لمعالجة القضية الجنوبية السفير عبدالوهاب طواف السفير اليمن السابق من خلال هذا البرنامج أيضا تحدث بأن يعني هو ما عندهم مشكلة بأن المجلس الانتقالي أن تكون هناك يمن جنوبية ولكن تحدث عن التوقيت بأن هذا التوقيت غير مناسب أنا أعتقد أنه متما بدأنا مفاوضات الحل السياسي الشامل لليمن من حق الأطراف أن تطرح القضايا التي تعتقد أنها بالنسبة لها أولويها الأطراف التي لها وجود سياسي والتي لها تأثير سياسي والتي لها تمثيل شعبي لأنه لا يمكن لأي طرف يعتقد أنه جاء ليمثل صنعاء أو ليمثل عدن أو ليمثل الشمال أو القنوب هناك قوى سياسية تطرح أمامها كل هذه القضايا نبحث في هذه القضايا نرى كيف يمكن أن نتفق ونصل إلى توافق حول المعالجات وأن لا نحضر على أي حد أن نطرح أي موضوع من المواضيع للنقاش هناك من يتساءل عن مليارات الدولارات التي كانت لدى الرئيس الراحل علي عبدالله صالح أين ذهبت تلك الأموال؟ هذا سؤال دائما يعجب من يجرون المقابلات معي أولا هي قصة المليارات بتاع علي عبدالله صالح زي المليارات بتاع حسني مبارك التي دائما استغلتها أحزاب المعارضة والذين يريدوا فقط أن يشوهوا الحقائق يطلحوا هذه المواضيع أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع إلا بإيجابة بسيطة هناك تعرفي لجنة مشكلة من مجلس الأمن بحثت في هذا الموضوع وكل ما استخلصته بعد ثلاث سنوات أنهم لم يستطيعوا أن يرصدوا سوى 200 مليون تمام 230 مليون أعتقد حاجة زي كذا فهذه المليارات أنا أعتقد الذين يعرفون عنها الزعيم رحمه الله قد قال فليأخذوها نعم سيدي طيب شراكة المؤتمر الشابي العام مع أنصار الله الحوثيين هل هي كانت فقط مكايدة سياسية أم هي علاقة استراتيجية حددتها الأبعاد القبلية في اليمن لا ليس لها أي أبعاد قبلية وليس لها أيضا أي بعد استراتيجي هي كما أشرت سابقا كانت منطلقة من موقف من الأدوان فقط في ذلك الوقت اشترات فقط في هذه النقطة فقط في هذه الأمور الآن التطورات والهذي طبعا أدت في النهاية إلى أن الزعيم يعلن فك الارتباط طيب العميد طارق صالح تحالف مع الجنوبيين لاستعادة ميناء الحديدة هل طارق عفاشو مثل نفسه أم يمثل حزب المؤتمر الشعبي؟ المؤتمر الشعبي الآن طبعا حزب سياسي ليس له جناح عسكري ولكن كثير من المؤتمرين الذين شعروا بأن الأوضاع تستدعي الآن اتخاذ قرار في الجانب العسكري اتخذوا قرارهم نعم سيدي كيف ستكون طبيعة علاقتكم مع حزب الأصلاح خاصة أنه يمتلك القوى العسكرية الأكبر حاليا في اليمن؟ موقفنا من كل القوى التي تمتلك القوات العسكرية والميليشيات المسلعة نحن لا أنا وأعتقد المؤتمر الشعبي العام لا يؤمن بأن سلاما وأمنا واستقراما سيتحقق في اليمن في وجود أحزاب تتبعها ميليشيات مسلحة يجب أن نزع السلاح وإنهاء الميليشيات المسلحة المرتبطة بالأحزاب يجب أن لا تكون هناك قوة مسلحة في البلد إلا تلك المرتبطة بالدولة فقط المرتبطة يعني عندك موقف مثلا من النخب النخب التهامية والحضرمية كل هذه القوى كل هذه القوى يجب إما أن إذا كانت لها داعي أن تكون جزء من القوات المسلحة والأمن للدولة أو أن تلغى هناك من يتحدث بأن الجيش اليمني التابع للشرعية هو جيش ضعيف في مثل هذه الفترة أو في مثل هذه الأحداث ألا ترى بأن مثلا هذه النخب وجودها مبرر وطبعا نحن الآن لا يمكن أن نخلق فراغ مباشر مع الحل السياسي نحن نتفق على النهاية أنه يجب أنه لا يكون تواجد لقوة مسلحة إلا للدولة لكن إلى أن نصل إلى تلك المرحلة يجب أن نضع الخطة كيف ندمج وكيف نلغي وما هو المقبول وما هو غير المقبول سيدي أنت تحدث قبل قليل وأنا أتحدث عن حزب المؤتمر الشعبي بأن هناك تشضي كانت لكم زيارة في السعودية والإمارات أنت قلت بأن لا يوجد تشضي في الحزب هناك حديث بأنكم قمتم بزيارة السعودية والإمارات من أجل إعادة اللحمة للحزب المؤتمر الشعبي ما حقيقة هذه الزيارة؟ نعم نحن ذهبنا إلى المملكة العربية السعودية وهناك أيضا برنامج لزيارة عدد من دول مجلس التعاون الخليقي لأننا أردنا أولا أن نوضح لهم الكثير من الملابسات التي للأسف الشديد كانت وسائل الإعلام تتبنها بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام والتي أثبتت الأحداث وخاصة بعد استشهاد الزعيم عدم صحتها وهذه تأتي في إطار أننا أيضا نبين لهم ما هي موقفنا كمؤتمر شعبي العام من الحل السياسي ومن إنهاء الحرب يعني فقط هذا هو السبب وليس لإعادة لا لا خليني أنهل الجملة والسبب الآخر أيضا لنحاول من خلال هذه اللقاءات أن نزيل أيضا الفهم حول هذا التشضي الذي أشرت إليه نحن في المؤتمر نعرف أن هناك تباين في وجهات النظر حول القضايا بين المؤتمرين وهذا في كل الأحزاب الموجودة في اليمن في الإصلاح عندهم تباينات أنت الآن تشاهدي كل يوم ماذا تقولها التوكل كرمان وماذا يقوله جماعة الرياض لكن في النهاية نحن في المؤتمر الشعبي العام أعتقد الاختلاف وجهات نظرنا محدودة جدا ولهذا يمكن أن نرمم هذه الخلافات وأن نحقق وحدة المؤتمر الشعبي العام تحدثت بأن ما جمعكم مع أنصار الله هو موقفكم من العدوان ما وصفته بالعدوان لهو التحالف ما موقفكم من التحالف الآن موقفنا من التحالف الآن أننا نأمل وأنا أيضا أعبر هنا عن موقف شخصي أنا أمل أن التحالف الآن خاصة في ولأنهم الآن يتبنون ويطرحون أهمية الحل السلمي السياسي أن يكونوا هم الآن رعاة للحل السياسي أن يصبحوا جزء من الحل وليس جزء من المشكلة نعم دكتور فاصل قصير ونعود إليكم أدنا بعد الفاصل دكتور في فبراير 2018 ذكرت في صفحتك الرسمية على تويتر أن أحداث مدينة عدن في تلك الفترة تهيئ لمرحلة جديدة ستغير كثير من المواجهات والتحالفات ما الذي قصدته تحديدا وما الذي تغير منذ ذلك التاريخ أعتقد الذي تغير منذ ذلك التاريخ أننا كنا نأمل الحقيقة أن الأحداث في فبراير ستحسم الخلافات الموجودة في المحافظات الجنوبية ولكنها لم تحسمها الذي تغير الآن أنا أأمل أن ما كان يبدو وكأن هناك خلاف في موقف الدول التحالف ذات المملكة العربية السعودية والإمارات قد انتهى الآن لأن أعتقد ما حدث منذ ذلك الوقت إلى الآن أظهر لهم أن من المصلحة الآن أن تتوحد موقف التحالف تتوحد أولا من حيث الوضوح في الرؤية نحو مستقبل اليمن والحفاظ على وحدة اليمن وسيادة اليمن واستقلال اليمن الداخلي أمنه وسلامه الاجتماعي ونأمل الآن أن هذا التحول هو الذي أيضا سيسهل الوصول إلى الحل السياسي طيب دكتور مشاورات الحل السياسي كما في الكويت وجنيف هل ترى أنها استفادت من الأخطام أنها جرت بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه أو أنها فشلت لأنها انطلقت من مبدأ علي وعلى أعدائي لا أبدا المفاوضات التي تمت في الكويت أنا أعتقد أنها ربما أخذت فترة طويلة جدا ولأسباب متعددة لأن يجب أن نعترف أن وفد الحكومة ربما لم يكن لديها القرار الكامل في اتخاذ القرارات ومن جانب تقصد بأن التحالف قدير قد تكون له له يد في قرارات الحكومة الشرعية يعني له قضايا تهم أن تكون مطروحة للحل السياسي الأخوان أنصار الله كانوا أيضا متشددين وغير ملتزمين أحيانا بالتوافقات التي نصل إليها يغير رأيهم فيها كان هناك أيضا الإشكالية الثالثة أن التوافقات التي في النهاية وصلنا إليها في القانب السياسي وفي القانب العسكري اختلفوا على بماذا نبدأ كان هناك مثلا أطراف التحالف أو أطراف الحكومة تقول يجب أن نبدأ بالحل السياسي فقط وطرف صنعاء ونحن كنا نقول لا يمكن يجب أن القضية الأزمة هي سياسية ويجب أن نبدأ بالحل السياسي في النهاية اتفقنا أنه يجب أن نبدأ بهم متزامنين ولكن بتوقيت مختلف حسب الخطوات المهمة لتحقيق السلام فالفشل يعني كانت أسبابه مخاوف كانت أسبابه مصالح دعونا نتكلم أيضا بصراحة كانت رهانات على أن الحل مصالح من طرفين الحرب الرئيسيين أعمل كانت هناك ربما أيضا قناعة بأنه لا زال الحل العسكري ممكن كل هذه أدت الأسف الشديد إلى في النهاية إلى وقف المفاوضات في الكويت نعم دكتور ذكرت أن في حال فشل اليمنيون والتحالف العربي في يعني إيقاف الحرب وأحلال السلام فأن حلا دوليا سيفرض على الجميع ضمن صفقة أقليمية متى كان الحل الدولي نموذجا لحسم الصراعات الدولية هذا السؤال مهم جدا أنا أعتقد وأجب أن أبدأ بأنا بقول لي كان شخصيا لم أجد أن مجلس الآمن وقرارات مجلس الآمن والمبعوثين أمميين الثلاثة لليمن أو غير اليمن نجحوا حتى الآن في شيء كنت رح أسألك عن هذه الفكرة يعني لماذا أنت منحازل الأحلى الأممي يعني هم المجلس الآمن قد يعتقد بحكمته بحكمته نعم أنهم سيتأخذوا قرار تحت الفصل السابع يفرضوا فيها الحل على الأطراف المختلفة سواء كان التحالف سواء كان أنصار الله سواء كان القوية السياسية المختلفة في اليمن ولكن طبعا كجميع قرارات مجلس الآمن هو سهل أنك تصيغ وتصدر قرار لكن في النهاية لا تقدر آليات لتنفيذه كان القرار الفين مئتين وستعشر نعم الذي بدلا من أن يكون سبيل لتسهيل الحل السياسي في اليمن أصبح عائق تحقيق الحل السياسي في تصريح لعبد الملك العجري يعني عضو المجلس السياسي لأنصار الله ذكر بأن أنصار الله آخر جماعة تسلحت وآخر جماعة أطلقت الصواريخ الباليستية ما رأيك في حديثه؟ أجتي أسأله قبل أن أعلق على هذا ما هو تزمينه لهذا؟ يعني الأخوان أنصار الله هم دخلوا في حروب مع الحكومة من 2004 فماذا يقصد في آخر لحظة تسلحه؟ يتحدث في أن فترة عصفة الحزم لا هم يعني هم تسلحوا من قبل عصفة الحزم لأنهم كانوا يقاتلون ستة حروب ضد الحكومة اليمنية وبالتالي لم يكون آخر من تسلح من أين تسلحت الجماعة؟ ومن أين يأتوا بالصواريخ الباليستية التي يطلقونها على السعودية؟ أولا كثير من السلاح متوفر في اليمن معروف عن اليمن توفر السلاح وبالتالي التسلح الخفيف متوفر للجميع وربما المتوسط أيضا هناك أسواق للسلاح في اليمن وهذه واحدة من المآسي الحقيقة أن الحكومة منذ قيام الثورة لم تعالق قضية السلاح في اليمن ما حقيقة حصول أنصر الله الحوثيين على الأسلحة من إيران؟ لكن كثير من الأسلحة الحوثيين حصلوا عليها بعد أن استولوا على كثير من المعسكرات وغيرها الصواريخ كانت متوفرة من قبل لكن بكل تأكيد الأدلة التي الآن نسمع عنها أن هناك السلاح يهرب من إيران إلى وكنت أنا في مؤتمر وتحدث أحد المتحدثين عن الأسلحة التي تهرب إلى اليمن في ضيف سعودي من خلال هذا البرنامج في الحلقة الماضية اتهم حزب المؤتمر الشعبي بأنه سلم مفاتيح صنعة ومستودعات الأسلحة للحوثيين ما تعليقك؟ هذا يرتبط بما قلت سابقا عن أعلام التحالف نعم ما علاقة المؤتمر الشعبي بالجماعة حاليا؟ نحن الآن عندنا القيادات المؤتمر في الداخل للأسف الشديد لا تمنح الحرية لممارسة العمل السياسي المستقل والحر كثير من فروعنا مغلقة غير قادرة أن تعمل الارتباط الذي كان سابقا يعني الآن ضعف كثيرا ضعف أو انتهى؟ شبه منتهي أنا أعتقد لأنه نتيجة الوضع الذي الأخوى فيه في الداخل لم ينتهي لأنهم مضطرين أن يتعايشوا حتى لا يتعرضوا لمزيد من المعاناة صحيفة واشنطن بوست نشرت منذ فترة بسيطة على صفحاتها لمحمد علي الحوثي اللي هو رئيس اللجنة الثورية العليا مقال يتحدث فيه عن السلام وبأنه مستعدي للسلام إذا توقف القصف من طرف قوات التحالف له تحالف الشرعية ما حقيقة مصداقية هذه الرسالة من خلال المنبر التي بثت منه؟ أنا أعتقد أن هذه الرسالة من الأخوان أنصار الله يحاولوا أن يوجهها لأمريكا بالذاتهم لأنهم يعتقدون رسالة حقيقية؟ لازم تكون حقيقية لكي تنشر في الواشنطن بوست ومؤكد أنها أرسلت عبر أطراف لها علاقة بالواشنطن بوست في حديث عندهم في الأنصار الله منذ يوم تقريبا يتحدثون عن أنهم سيتوقفون عن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة هل تعتقد أن هذا أيضا له مصداقية بأنهم فعلا يمضون قدما في عملية السلام؟ أعتقد أن إذا عملوا بذلك فهي خطوة كيدة لأنها تظهر نواياهم حقيقة في أنهم يريدوا السلام ويجب أن لا تكون مشروطة أن لا تكون مشروطة نعم سيدي ما المقاربة التي يمكن أن تتم لصالح السلام اليمنى المفقود من خلال رؤيتكم للحكومة الشرعية الحالية؟ الحكومة الشرعية الحالية أنا أعتقد أن عليها الحقيقة أن تنظر الآن إلى مصرحة الشعب اليمنى هي مسؤولة إلى حد كبير عن المعاناة التي يعانيها الشعب اليمنى صحيح أن أنصار الله يضيف إلى هذه المعاناة الكثير نتيجة دارتهم وسياستهم والحرب التي أيضا يشاركون فيها لكن المبادرات أنا أعتقد يجب أن تأتي من الحكومة ويجب أن تكون مبادرات من خلال إظهار وحدة وطنية في ما تقوم به الحكومة من تعيينات ومن مبادرات ومن رؤية للمستقبل نحن الآن للأسف الشديد لا يوجد لدينا ما يمكن أن نسميه رؤية لبرنامج وطني لليمن بحيث أننا الجميع يلتف حوله والحكومة تحاول أن تنفذ هذه الرؤية التي تعبر عن رأي كل الأطراف ربما العودة إلى اتفاقية الشراكة والسلام في هذه المندقة قد يكون مثمر؟ الشراكة والسلام طضية مختلفة أنا أعتقد هي فيها بعض القوانب التي أنا أعتقد أنها مفيدة متعلقة بالقانب العسكري لكن القوانب السياسية أعتقد أننا في حاجة إلى رؤية مختلفة لكي نضمن أولا أن المشاركة لكل القوى السياسية نعم سيدي هل تجدون في المؤتمر الشعبي أنكم أقرب إلى تفاهمات حاسمة مع الحكومة الشرعية أم أنها تتجاهلكم؟ نحن نعترف بهادي كرئيس شرعي لا توجد عندنا مشكلة في ذلك لكن نحن نختلف معاه في سياساته وفي قراراته وبالتالي نحن كما قلنا دائما أن المؤتمر الشعبي العام مستعد لأن يناقش مع الحكومة كل القضايا التي تهمنا وتهمهم من أجل المستقبل اليمن لا يتوجد عندنا نحن أي تحفظات على ذلك لكن يجب أن يتعامل معنا كأي حزب سياسي آخر نحن حزب يعني لو وجوده حزب لو رؤيته ويجب أن لا يفرض علينا شيء دكتور الحقيقة أكثر من وجهنا لك حديث أكثر من مثلا رواية عن أسباب الخلاف بين الرئيس عبد الرب منصور هادي وبين الحوثيين ما حقيقة الخلاف؟ أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع الحقيقة لأنني لا أعتقد أنه مهم يعني أهم ما فيه أنه أوصلنا إلى الوضع الذي نحن فيه نعم سيدي هل لا تزال مسوّغات انشقاقكم عن الحوثيين قائمة؟ أنا أعتقد أنه ما لم تعدل الأنصار الله مواقفهم ليس فقط من المؤتمر الشعبي العام مواقفهم في الممارسة الحكم في اليمن هم الآن ننظر إليهم كما ننظر إليهم الآن المجتمع الدولي أنها سلطة أمر واقع هذه سلطة الأمر الواقع لا يعطيها الحق أن تعمل كل ما تريد أن لا تكون مساءلة من الشعب اليمني أن لا تكون مسؤولة عن الحفاظ عن الحريات وعن الحقوق أن لا تكون مسؤولة عن رفع المعاناة عن المواطنين كما هي مسؤولية الحكومة أيضا نعم لكن في المناطق التي هم يسيطرون عليها لا يمكن أن يلوموا الحكومة فقط يجب أن يتحملوا أيضا جزيتهم فهناك كما معنا خلاف في هذه القوانب مع الحكومة أيضا مع أنصار الله نعم سيدي يعني دكتور هل يمكن دفع ثمن من أجل السلام للتصالح والتقارب مع الجماعة في مرحلة يمنية قادمة أي جماعة الحوثيين أنا كما أشرت في بداية حديثي قلت أن أحد أهم عناصر النجاح في أي تسوية سياسية أو حل سياسي هي قضية المصالحة نحن إذا تصالحنا وأزلنا المخاوف والشكوك وأيضا طمأن الناس إلى أن هناك ضمانات ستحميهم وتحمينا أيضا من أن الحل السياسي لن يقود في النهاية إلى ظهور طرف يستطيع أن يفرض إرادته بالسلاح أعتقد أن هذا سيكون لمصلحة الجميع تتوقع أن الحوثيين أو أنصار الله سيكون لهم شأن في مستقبل اليمن؟ إذا أثبتوا قدرتهم على إقناع الشعب اليمني الشعب اليمني هو الذي سيقرر هل لهم حاضنة شعبية؟ هل لهم حاضنة شعبية في الشمال؟ قليلة جدا أنا أعتقد قليلة جدا نعم سيدي كيف ترون مستقبل اليمن بعد كل هذا الدمار؟ ومتى يبدأ انطلاق قطار السلام؟ قطار السلام المفروض أن يبدأ كما يقول الكثيرون من المتحدثين من الدول الغربية ومن أمريكا يجب أن يتحقق السلام الآن لكن هذا طبعا أماني ولكن علينا من الآن أن نهيئ إلى هذا السلام كيف تهيئون لهذا السلام؟ نهيئ إلى هذا السلام أولا من الدور الذي يمكن أن يلعبه المبعوث الأممي الدور الذي يمكن أن تلعبه دول التحالف وبالذات المملكة العربية السعودية والدور الذي يمكن أن يطمئن السعودية بالذات من أن اليمن لن تكون مصدر لتهديدها أو لوجود خطر إيراني من اليمن عليها نعم سيد دكتور لديكم رؤية ترتكز إلى أن الحل السياسي هو الحل الصحيح للأزمة اليمنية البعض يرى كيف يمكن أن يكون داري قبل أن تصمت أصوات المدافع التي تدوير البلاد؟ هو كما يقولون دائما أن المدافع والصرع العسكري في النهاية هو الذي يهيئ للمفاوضات والسلام في النهاية الأمر مهما احتربت الأطراف في النهاية سيجدون أنفسهم يذهبون إلى طاولة المفاوضات تتوقع في نجاح لمفاوضات السويدة المقبلة؟ هي ليست مفاوضات هي مشاورات مشاورات نعم سيدي وكمشاورات نقاحة هي في أنها هل ستهيئ للكلام الذي قلناه الآن للمفاوضات التي ستعالج وتضع الحياة يعني أنت رب أنها مشاورات مبدئية قد تؤدي إلى مفاوضات إلى مفاوضات نعم نعم تتوقع بتكون في هذه المشاورات ممكن أن تكلل بالنجاح ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل نعم دكتور ما الشروط الضرورية في أي مفاوضات لتحقيق سلام دائم في اليمن الشروط الضرورية أولا أن تكون هناك رغبة حقيقية في السلام للأطراف التي تتفاوض الشرط الثاني أن يترك للمفاوضين اليمنيين التفاوض باستقلالية كاملة بعيد عن الجهات الخارجية والقانب الثالث الحقيقة أن لا يكون هناك محاولات للي أذرع أي طرف من أطراف اليمنية للي الذراع دائما في اليمن لمردودات سلبية ولهذا علينا نحن أن بقدر ما أهمية وجود العصر يجب أن تكون الجزرة موجودة أيضا أشكرك دكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمنية الأسبق والأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام والشكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة ونلقاكم الأسبوع المقبل على خير شكرا لكم